سجلت العقبة نسب إشغال في منشآتها السياحية خلال عطلة العيد بلغت 92% بحسب مفوض السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي وتوزعت نسب الإشغال على فنادق العقبة الشاطئية والداخلية والشقق المفروشة حيث أسهم قرار الحكومة بتقليل ساعات الحضر الجزئي برفع نسب الحجوزات لمختلف القطاعات السياحية وبين ماضي أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة عملت ضمن خطة متكاملة لتجيع السياحة واستقبال الزوار في عطلة العيد بمشاركة القطاعين العام والخاص إضافة إلى أعداد برنامج ترفيهي مجاني للزوار